هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصلة قذبية صباح اليوم الشيخ حصة سعد العبدالله صباح رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب وخلال المقابلة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المقاومات المتوافرة في الوطن العربي وما يجمع بين دوله من علاقات متينة تشجع على إقامة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ونوها سموه بدور مجلس سيدات الأعمال العرب في رعاية صاحبات الأعمال العربيات وبلورة الجهود لمزيد من التعاون فيما بينهم منوها سموه بأهمية التطور الاقتصادي العربي ودوره كركزة أساسية للأمن والاستقرار متمنيا سموه لمجلس سيدات الأعمال العرب رئيسا وأعضاء كل التوفيق والسدد ومن جهتها أعربات الشيخ حصة سعد العبدالله صباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب عن إعجابها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة البحرينية في شتى المجالات ومنها الاقتصادية مشيدة باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمجلس سيدات الأعمال العرب وحرص سموه على تسهيل أعمال المجلس ترجمة نانسي قنقر